هاي سألك سؤال عريض شوية بس هو سؤال صادم برضو وانا عارف ان انت ممكن تجاوبني عنه التوقعات بتاعتنا كجمهير ومتابعين ليه لعبتنا على كل المنتخبات اكبر من الواقع؟ اه احنا سقف طموحاتنا بيباعلي قوي ولا تتناسب مع الامكانيات يعني الطموحات للأسف في مصر اعلى من امكانيات كل الناس اللعبة كلهم لعبة كويسة ولعبة هيلة ولكن احنا عندنا مشكلة كبيرة يا كريم في التقييم التقييم بتاعنا سريع قوي سريع قوي سواء التقييم الايجابي او التقييم السلبي لعيب يجيب جون بقى احسن لعيب في مصر لا في العالم بقى احسن بقى بش حارف ايه اه يلعى في الامة دي داعي فالتقييم بتاعنا سريع جدا انا عايز اقولك على حاجة مبارح كان الحفلة بتاعت ذا بست محمد صلاح بقى له سنتين مكسر الدنيا مكسر الدنيا ولسه ماخدهاش لغاية دلوقتي ده احنا شايفينه شيء سلبي وطبعا شيء سلبي لان احنا نتمنى ان محمد صلاح ياخد احسن لعيب في العالم ولكن ده يديك برضو انطباع ان الموضوع جماعة يعني لا واحدة واحدة ده سنتين احنا بشوط شوط واحد يعني 45 دي اياه ممكن ننجم واحد نخليه خارق صح وشوط واحد نفطس واحد ومدرب نخليهم ما بيعرفوش حاجة ولا يصلح رغم ان هما كويسين وممكن يبقوا حاجة تكسر الدنيا بالزبط كده فاحنا عندنا مشكلة اصلا في التقييم فانت لما تكلمنا عن ان الطموحات والامكانيات لا احنا طموحاتنا وسقف طموحاتنا والجمهور من ساعة ما الانترنت فتح والدنيا بقت تواسعة وبيتابعوا المباريات العالمية وكلام ده حاسين ان هي كورة هي كور ليه ما نلعبش زي برشلونة ليه ما نلعب زي ريال مدريد لا 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 الحياة مختلفة والكواليتي مختلف والاتموسفير مختلف والجو مختلف والمناخ مختلف والعيشة مختلفة يعني لما تكلمني عن ان مثلا انا اقول لحاجة دعابة يعني عن ان محمد صلاح في احدى اللقاءات التلفزيونية لما يقول انا بفطر افوكاتو ولا بفطر مش عارف ايه وكام جرام مش عارف ايه فالناس ايه ده بص افطار محمد صلاح اعمل ازاي وفي نفس الوقت افشا ومحمد الشريف مثلا بيفطروا عربية على عربية فول وانا سقول بصوا التواضع يعني انا بكلمك على ايه ان كوالة الفول كلنا بناكون فول بس في الاخر انت بتتكلم في حياة غير حياة خالص فاهم قصدي فما ينفعش ان احنا نقارن لعب هنا بلعب برة ما ينفعش الموضوع مختلف الموضوع بعيد فاهم قصدي ليه منتخبات الجزائر ليه منتخب الجزائر كل الناس من الجماعة ومطلعاة في العالي لان معظم اللعيبة المحترفة محترفة بجد عايشة حياة الاحتراف بجد فاهم قصدي فهي الموضوع يعني ما ينفعش ان احنا نعلى بسقف طموحاتنا قوي زائد ان فيه نقطة مهمة جدا ودي بتمناها من المجلس الحالي للاتحاد الكورة ان فعلا يبقى فيه خطة يبقى فيه برنامج يبقى فيه حاجة بتتعمل لصالح الكورة المصرية ونقول ونصارح الناس ونقول يا جماعة احنا في خلال 3-4 سنين مش 3-4 سنين في خلال سنتين ما تطلبوش مننا بطولات بس هنطلع جيل كويس ما تطلبوش عارف المنتخب الالماني كنت يستعلم سيني هون اقولك المانيا عماية كده منتخب المانيا انا لعبت الجيل اللي خد كس عالم ده قالوا في وقت ملاوقات احنا هنشارك في بطولات بس احنا بطولات بتاعت الناشئين والشراب دول احنا الترجم بتاعنا اللي بيشاركوا في المنتخبات بتاعت الشباب والناشئين دول هم دول ياخدوا كس عالم الكبار سنة كذا بعد 10 سنين وحصل لان الناس اولا خططت اولا حطت برنامج وخططت له صح ونفزته على ارض الواقع وصرحت الجمهور اذا بقى في شفافية بقى في انا اقيل لك ان انا مش اخد البطولة دي بس اقيل لك ان انا هيطلع لي 3-4 العيبة من هنا فالكلام ده ان شاء الله لو اتعامل في مصر لان احنا دلوقتي بكسر ربطة اللي موجودة بوجود الدولة بتدعم وبترجع جمهور والكلام ده كله لازم نستفيد منه لان احنا عندنا امكانيات بشرية هيلة